اشتركوا في القناة او مفرحة باذن الله بمعنى انك ممكن تشوف علامات او احلام او رموز في المنام بعد الرموز ديت او ايه اللي يحصل بعد الاحلام دي طبعا كله في علم الله سبحانه وتعالى ولكن الاحلام دي بتجارب ناس وناس اتكلمت عنها وناس قالت ان هي شافت الاحلام ديت وبعديها اتغيرت الاحوال الافضل او ان هي سمعت اخبار صارة واخبار مفرحة باذن الله هنتكلم اخواني العزاء عن مجموعة الاحلام ديت بالتفصيل ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو احب بولكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عند رؤية او حلم وحاب يفسرها ممكن اكتب لنا في التعليقات وان شاء الله نتوصل معاه والرد عليه في اسرع وقت اول حاجة اخواني العزاء قبل ما نبدأ في الاحلام دي والعلامات دي والرموز دي لازم نعرف حاجة ونكون مقتنعين بحاجة عشان خطر الناس ما يختلطش عليها الامر او ان هي تقول ان انا عشان خطر شفت الرؤية دي يبقى لازم اسمع الخبر ده فهنا اخواني عزاء تفسير الاحلام ده امر يعتبر ظني وليس ثبوتي يعني ما فيش دليل ثابت على الكلام اللي بنقوله وفي نفس الوقت احنا بنجتهد او من خلال تجارب ناس تانية الموضوع ما فيهوش اي نص قرآني او اي حديث نبوي يوضح ان انا عشان خطر يشوف كذا يبقى كذا اللي احنا نعرفه ان الرؤية الصالحة من الله سبحانه وتعالى الرؤية السيئة من الشيطان طيب الاحلام اللي هي هنذكرها النهاردة دي مثلا اللي هي بتدل على ان ان شاء الله لما نشوفها هيحصل بعدها خبر مفرح ممكن طيب نشوفها وما يحصلش خبر مفرح اكيد طبعا اخواني العزاء الموضوع ده وارد جدا ان احنا نشوف رؤية وما نسمعش خبر مفرح بعدها اشان خطر الناس برضو تبقى عارفة وده ممكن طيب ايه السبب ممكن يكون السبب ان احنا الرؤية دي مش رؤية صادقة الرؤية دي عبارة عن حديث نفس حاجة انت بتفكر فيها باستمرار شيء انت بتشغل بالك باستمرار فبالتالي بيظهر لك في المنام باي شكل باي حيئة انت بتشوف رؤية بتحس انت فرحان بتحس انت سعيد ولكن بيبقى بسبب التفكير الزيادة في موضوع معين بتفكير زيادة بطاقة كبيرة جدا في موضوع معين فشروط الاخبار الصارة اللي هنتكلم عنها ان الاحلام دي تكون رؤية صادقة وفي نفس الوقت ما تكونش انت بتفكر باستمرار فيها ما تكونش انت مستعجل على حدوث الامر ده عشان خاطر الرؤية تديك الاخبار الصارة بإذن الله اول حاجة اخوانا عزائق من الرؤية المبشرة دي مثلا رؤية الحرم المكي في المنام طبعا اخوانا عزائق الحرم المكي او رؤية الكعبة في المنام او وجودنا في الحرم وبنصلي في الحرم من افضل الاحلام المبشرة جدا ان شاء الله وان شاء الله لما نشوف رؤية زي كده نعرف ان ان شاء الله الفترة القادمة ممكن نسمع اخبار كويسة او نسمع اخبار مفرحة بعد رؤية الحرم سواء كنت بتصلي في الحرم او كنت بتطوف او كنت بتدعي في الحرم او ان انت شفت الكعبة مجرد نظر كده فطبعا دي امنيات هتتحقق ان شاء الله ودي فرحة قادمة بإذن الله بعد الرؤية ديت ان شاء الله ايضا اخواني اعزائي من الرؤية المهمة رؤية اجتماع الاحل اجتماع الاحل زي مناسبة كده الناس مجتمعين طبعا اجتماع الاحل ده من افضل الرؤية اللي بتدل على قدوم مناسبات وغالبا اخواني اعزائي بتكون مناسبات سعيدة خاصة لو كانوا الاحل في هيئة كويسة لو كانوا الاحل مبسطين لو كانوا مثلا في اشخاص معينين موجدين زي معزومين مثلا عندنا دي اشارة مهمة جدا في اجتماع الاحل الى قدوم مناسبة للرأي المناسبة ديت بإذن الله بتكون مناسبة مفرحة زي مثلا زواج لأحد الاشخاص او ارتباط لأحد الاشخاص او ان الشخص ممكن شخص مثلا يبقى في حملة او انجاب والحاجات ديت فطبعا بتكون رسالة مهمة جدا في المنامج اجتماع الاحل للرأي ان ان شاء الله بعد الرؤية ديت هيحصل ان شاء الله على خبر مفرح وخبر سعيد ان شاء الله كمان من الرؤى الجميلة جدا رؤية الدعاء باسمك يعني ايه الدعاء باسمك يعني تشوف شخص شخص معين بيدعي باسمك زي مثلا والدتك بتقولك روح الله يرزقك مثلا شخص صديق ليك شخص مثلا انت ما تعرفوش وبيدعي باسمك في المنام هنا بتكون رسالة مهمة جدا للرأي لان الشخص ده هيوفق هيوفق في امور في حياته في الفترة القادمة الامور دي حاجات كتيرة جدا زي ما قلنا قبل كده ممكن ممكن تكون مثلا زواج صفر انجاب الحاجات دي حاجات احنا محتاجينها في حياتنا حاجات بنساء عليها هنفرح لو اتحققت فطبعا اخوان عزاء الدعاء باسمك دي رؤية عظيمة جدا ورؤية جميلة جدا بتبشرك ان شاء الله ان الفترة القادمة بعد الرؤية دي هتسمع خبر مفرح او هتحصل على فرحة قادمة ان شاء الله كمان من الامور الكويسة جدا رؤية الحمل والولادة والرؤيتين دولة خاصين بالنساء يعني الحمل بالنسبة للنساء والولادة برضو بالنسبة للنساء في حاجة تانية رؤية رضاع طفل رضاع الطفل دي ايضا خاصة بالنساء الثلاث رموز دولة في المنام مو بتكون واحدة عزباء بتشوف انها بتردع طفل ونقول لها ان ان شاء الله الفترة القادمة في اخبار كويسة هتسمعيها ان شاء الله ايضا اخواني عزاء من الامور الكويسة جدا الخروج من سجن ان الرأي يشوف نفس ان هو كان مسجون مسلا او ان الخروج من قرب وطبعا بعد الخروج من القرب ده لازم بازن الله يبقى في حاجات مفرحة في اخبار مفرحة لنا ان شاء الله هنسمعها في الايام القادمة بعد رؤية ان احنا بنقدر نخرج من مكان مظلم مسلا او بنقدر نخرج من سجن او بنقدر نتخطى حاجات صعبة اه زي وحل مسلا او عكار في الارض او الحاجات دي اي شخص يشوف ان هو قدر يتخطى امر صعب في المنام يعرف ان ان شاء الله الفترة القادمة هيسمع اخبار مفرحة وان هو بيستعد الفرح باذن الله كمان اخواني عزاء رؤية التوقيع على اوراق في المنام التوقيع شيء جميل جدا في المنام اي شخص يشوف نفسه ان هو بيوقع على اوراق آآ بيمضي مثلا بيوضي عقود عمل بيتمضي عقد زواج بيتمضي عقد الصفر حاجات زي كده اه حاجات جميلة جدا اخواني العزاء بتشملها رؤية التوقيع طيب ايه اللي هيحصل بعد رؤية التوقيع طبعا اخواني العزاء كله في علم ربنا سبحانه وتعالى وزي ما قلنا ان تفسير الاحلام مش شرط ان انا اقول كده يبقى هيحصل كده الله اعلى واعلم ده طبعا الكلام لا جدال فيه بس ممكن نقول ان بعد التوقيع تيسير امور صعبة امر انت مثلا بتسعى عليه الامر ده متعطل في بعض الاحيان او اوراق انت عاوز تخلصها الاوراق دي متعطالة عندك مثلا في مكان مثلا احنا عارفين ان المؤسسات الحكومية فيها روتين كبير جدا بيعطل الاوراق ويعطل مصالح الناس فان احنا نشوف بنوقع على اوراق والحاجات دي فهنا رؤية جميلة جدا تدل على تيسير الامور الصعبة ان شاء الله كمان اخوال العزاء رؤية الصلاة في جماعة ان احنا بنصلي في جماعة رؤية كويسة جدا ممكن الرؤية دي ما تخصش النساء او يعني بنسبة النساء مثلا مش متعودة ان هم يصلوا في جماعة في المسجد ولا حاجة ولكن هي رؤية مبشرة في ناس كتيرة ممكن تشوفها وفي ناس برضو النساء ممكن تشوف الرؤية ديات وبتدل ايضا على تيسير الاحوال وبتدل على سماع الاخبار المفرحة بازن الله وممكن الرؤية دي برضو برضو تدل على ان الشخص يداوم على صلاة الجماعة وده في حال ان هو كان مقصر مثلا في الصلاة ان هو بيصلي وقت مثلا بعيد عن المسجد مثلا في شغله او في بيته فبالتالي اه هو مقصر في صلاة الجماعة فممكن تكون الرؤية رسالة لي ان هو يداوم على صلاة الجماعة ومن خلال المداومة على صلاة الجماعة هتلاقي امور اتغيرت في حياتك امور للافضل اكيد طبعا وبازن الله هتسمع اخبار مفرحة جدا في الفترة القادمة فهنا اخواني عزائي اه رؤية اللي اتكلمنا عنها بكلها ديت ان شاء الله رؤية جميلة جدا واللي يشوفهم اه يعرف ان في خير قادم في الفترة القادمة وفي رؤية اكتر من كتير بس احنا بنذكر اتمنى اقول اعزائي ان الفيديو يكون عجبكم وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته